أهلا وسهلا فيكم في حلقة تعريفية جديدة عن التي تي آل تيست وهو أبريفييشن لترانسفورمر تينز ريشيو تيست وهو أحد الفحصات الكهربائية المتعلقة بالوايدنج للتأكد من أن وايدنج المحول تحتوي على العدد المناسب من التينز لإنتاج الريكويرد فولتج وهذا الفحص له أدفانتيجز وديس أدفانتيج والديس أدفانتيج هي عدم قدرة على تعيين مكان الفولتز أما الأدفانتيجز وهي مفيدة للكشف عن أربع فولتز وهي الشورت التينز والأوبن سيركيت وضائف في الكنيكشن والرابعة مشاكل في نقاط التاب تشينجر والشورت التينز المقصود به تين تو تين فولت وهو يحصل بين عدد من لفات نفس الفيز والهدف من التينز ريشو تيست التأكد من خلوق الوايدنج من أي تين تو تين فولت الذي يؤدي إلى انهيار في العازل وأيضا التأكد من قوة نقاط التوصيل بين الوايدنج والبوشنج وأيضا التأكد من سلامة عمل التاب تشينجر والآن لننتقل لكيفية إجراء هذا الفحص نقوم بحق من فولتير قليلة مع عروفة القيمة على الهاي فولتج سايد ثم نقوم بقياس انديوز فولتج على الوايدنج المقابل ثم نقوم بمقارنة النتاج المقاسة مع نامي بليت فاكتوري تيست أو فحص سابق في السايد هذه الخطوات يجب أن تجري على جميع النقاط التاب تشينجر وهي حقن الفولتية ثم قياس الفولتية المتشكل على الوايدنج المقابل والمقارنة على جميع التاب تشينجر لتحديد نتيجة هذا الفحص يجب أن لا يتجاوز الفرق بين النسبة الحاصلة من هذا الفحص وأحد المذكورات وهي النامي بليت أو الفاكتوري تيست أو فحص سابق في السايد عن 5% وإليك الجدول التالي يوضح لك كيفية حقن الفولتية ومن أين يقاس الانديوز بفولتج مع تمنياتي لكم بالتوفيق